اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ساعات السوشيل ميديا بيكون لها سلبياتها وإيجابياتها هنتكلم بقى في الموضوع ده ودور السوشيل ميديا في الأحداث اللي بتحصل حوالينا وازاي ناخد الجانب الحلو من السوشيل ميديا وإيه الأخبار اللي بتكون موثوق فيها اللي لازم نصدقها ونمشي وراها وإيه الفرق بين الأخبار اللي بتبقى زي ما بنقول صحافة صفرة أو حاجات ملهاش أساس أو بتبقى fake accounts النهاردة هنتكلم في كل الموضوع اللي أنا قلت عليها دلوقتي النهاردة ومشرفنا النهاردة ضيفنا الكاتب الكبير والقاس محمد بيربر إزايك يا محمد؟ أنا وسأم حدودك عامل إيه؟ الحمد لله منور الدنيا والله يضنورك شكرا طبعا كان نفسينا نستضيفك في أجواء ألز من كده شوية وتكون الدنيا في سلام وفي أمان ونكون إحنا نفسيا أحسن شوية بس يعني ده قدرنا وإن إحنا دلوقتي بنشهد على قضية في منطقة الخطورة وقضية صعبة جدا جدا القضية الفلسطينية ويمكن حزننا ما بيقلش يعني بتعدل أيام من يوم 7 أكتوبر وإحنا بنفس المود بنفس التعب بنفس الحزن بنفس حرقة القلب على أخواتنا في فلسطين فخليني أسألك يا محمد شايف السوشيال ميديا تناولت الموضوع إزاي؟ خلينا بس يعني في البداية نقول إنه يعني كل الدعم والتضامن والمحبة لقضية هي إنسانية بامتياز وهي القضية للفلسطينية قضية صحاب الأرض اللي بيقدموا كل يوم أروع معاني التضحية والصبر والوفاء والإخلاص والانتماء لهذا الوطن وإحنا يعني كلنا معهم نقطة تانية كمان حابب بوجه شكر البرنامج لأنه هو اختار يعني قضية مهمة جدا والقضية دي كمان بتعكس دور البرنامج عيش سعيد في التزامه بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية وطبعا الوطنية والدينية تجاه هذه القضية المهمة فأنا بشكركم حقيقة أما عن دور السوشيال ميديا فالنهاردة السوشيال ميديا سلاحظ دوح الدين السوشيال ميديا يعني بقى لها دور كبير جدا على مستوى العالم وبقت بتحتل جزء يومي في حياة كل إنسان أعتقد وبالتالي لابد أن احنا نبقى متفاهمين إزاي أن احنا نتفاعل معها وإزاي نستفيد منها وإزاي هي كمان ما تأثرش فينا بالسلب يعني الحقيقة السوشيال ميديا في القضية الفلسطينية النهاردة حضرتك علشان تتابعي الأخبار مش بقى في صحيفة ورقية ولا حتى في قناة تلفزيونية وإن كان فيه قنوات تلفزيونية بتقدم أخبار عجلة يعني لكن النهاردة عندنا سوشيال ميديا عندنا كل النصات يعني صوت وصورة والآن يعني في نفس ذات اللحظة بالضبط كده والفيديوهات طبعا مقاطع الفيديو ويعني الحقيقة الموضوع ده خلى أنه الشباب بالمناسبة القضية يعني من يوم 7 أكتوبر فيه جيل اللي هو الشباب الصغير شوية كان بعيد عن الأضاء الفلسطينية صح لأنه ما شفهاش يعني ما كانش أو كنا صغيرين شوية ساعة اللي هو أحداث محمد بره محمد بره بالزبط اللي كانت برضو قصة آه أنا رفتها لما كبرت والدتي يعني ساعتها بتقول لي إحنا شفنا الأحداث اللي زي بتحصل دلوقتي بس إنتوا كنتوا ساعتها صغيرين مش على دراية وواعي وما كانش ساعتها سوشيال ميديا بالنفس القوة صحيح طبعا ما كانش موجود يعني ففي النهاية النهاردة بنكتشف أنه فيه جيل جديد من الشباب بقى عنده يعني ثقافة خاصة بهذه القضية خدي بقى لحضرتك أنه حتى مباريات كرة القدم الجمهور ما بقاش بيشجع الفريق وده لسه حاصل مبارح وطريبا بيحصل كل يوم فيه الدوري المصري وفيه دوريات أخرى كمان فيه بعض الفنانين اللي في حفلاتهم بقوا بيتبنوا هذه القضية بعض البسطات والتغريدات على منصات مختلفة يعني فده بيعيد القضية وإيمان هذا الجيل الصغير نوعا ما إلى الأقضية الفلسطينية وده تأثير السوشال ميديو النقطة التانية والمهمة أنه احنا كمان شفنا قصص إنسانية بتحصل بالصوت والصورة تخلي كل إنسان حتى وإن لم يكن عربي أو مسلم أو مسيحي يتبنى هذه القضية لأنه في النهاية هي قضية إنسانية يعني كل صور يعني الاختيال والقصف والظلم اللي بتعرض لها الشعب الفلسطيني ده بيخلي الإنسان اللي هو متفاعل مع السوشال ميديو في أي دولة في الدنيا بيشوف ده يعني حتى يعني بعض المنصات شفنا شخصيات عامة بتتبنى هذه القضية وبتكتب عنها يعني بشكل رائع جدا ده تأثير السوشال ميديو العالميا ربما صعب يبقى فيه صحيفة يعني محلية أو حتى على مستوى العالم العربي يتحقق هذا التواجد أو هذا التفاعل كده كماني محمد شفنا الفترة اللي فاتت زي ما انت قلتش الشباب عندهم دراية وفي حاجة كمان فيه ظهر مجموعة من الشباب على الإنستجرام زي اللي هو الصحيفة المواطن صحيح يعني فلسطينيين شباب بفلسطينيين زي الورد والله حاجة تفرح بيعرضوا حياتهم للخطر وبيدخلوا المستشفيات ويدخلوا الأماكن اللي فيها قصف عشان يصوروا للناس أول بأول من خلال الستوريز على الإنستجرام اللي بيحصل كل ثانية فديشه في نهاية يمكن من شباب فلسطيني كتير قوي سواء صحفيين أو كتاب أو شباب عادية بلاش أصلا في المجال الإعلامي دخلته بالموبايل بتاعها اللي أنا باعتبر الموبايل دلوقتي ده بقى سلاح يعني انت ماسك سلاحك صحيح ايدك قوي جدا وانت بتصور كل حاجة لحظة بلحظة ده برضو حاجة بصراحة تحسب خلينا نقول أن صحيف يعني صحافة المواطن ظهرت في مصر إعلاميا عموما في حدود 2006 مع زور المدونات وكان فيه طفرة في القصة دي حتى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية يعني أعطت مساحة مهمة جدا لصحافة المواطن لكن النهاردة إحنا قدام حدث بيحصل كل يوم أحداث متلاحقة سريعة جدا متغيرات متسارعة فبنلاقي أنه الشاب سواء كان هو دارس إعلام أو لأ هو بيعبر عن قضيته بيعبر بما أتيح ليه من فرصة بما أتيح ليه من وسائل وطبعا زي ما حالك قلت يعني فيه منصات كتير جدا الحقيقة يعني تيليجرام مثلا بتاخدي منه لحظة بلحظة بالفعل يعني يمكن هو بالنسبة لي أنا بقى الأسرع بنشوف مقاطع فيديو صعبة جدا جدا على نستا وعلى الفيسبوك وعلى اكسو وهكذا يعني وبالتالي يعني اللي بيحصل في فلسطين بيخلينا نقول أنه هو ده بقى الإعلامة جماعة هو ده هي دي المسئولية بالزبط يعني أعتقد كفانة محتوى هابط لا يعبر عن حتى أي ذاتية أو أي شخصية أو أي إفادة بالعكس هو بيدور يعني بيدور المجتمع وثوابته وقيمه ولكن إحنا عندنا فعلا زي ما حالك قلت مثال مهم جدا للشباب الفلسطينيين اللي قدموا تخطية رائعة جدا ربما كمان هم كانوا أقرب من الصحفيين في قلب الحدث الأحداث دي لأن هم كانوا في قلب الحدث وقلت استشهدوا ووقعوا كم من قريبهم ونخواتهم ويدخلوا المستشفيات يجيبوا التفاصيل خلي بالك الشباب دي كانت سبب في أن جمل معينة لسه مرتبطة في أزهنة يعني أنا أنسى إزاي الست اللي عادة تهلل في الشارع وتقول ماتوا عيالي ماتوا من غير ما يكلوا صحيح ما هي دي الكلمة دي بحس إن مهما عدى والله لو عدى مليون سنة عمرنا ما هننسى الكلمة دي هي تفضل في ضمير كل واحد الأصوات دي هنفتكرها صوت الراجل اللي هو بيقول أنا بقى لي 40 سنة بقى بابني في البيت ده وتهد فوق دماغي صوت الراجل اللي كان شايل في كياس أشلاء ولاده وبيقول أنا كنت بألم أشلاء ولاد يعني دي بقى اللقطات دي من اللي مسورها دي القصص الإنسانية اللي إحنا شباب حتى في الإعلام محتاجين إحنا نرصودها ودي بالحركة كمان في نقطة مهمة جدا سوشيال ميديا عملتها وتأثيرها العظيم في الأدالة الفلسطينية كان هناك بعض العبارات والاتهمات التي تكال من خلال الإعلام الغارب بيه وربما بعض الألسنة اللي مش فاهمة لي الفلسطينيين الحقيقة إنه يعني عارفة لوحدك أنت ضربني ضربني وابكى سبقني واشتكى بالضبط في المثل الشعبي هو ده بالضبط اللي حصل فلما الدنيا كلها العالم كله يشوف الصوت والصورة ويشوف الأحداث ويشوف من قلب المستشفيات ويشوف زي ما حباك قلت الأشلاء القصص الإنسانية عموما هي أبسط مثال للتعريف بأي عضية طبعا عشان هتوصل لأي إنسان مهما كانت ثقافته إيه لغته إيه دينه إيه بيتكلم إيه خلاص أنت شايف حاجة قدامك إنسانية ده مش محتاجة أننا وإنت نكون نفس الدم عشان تفهمها صحيح ده مش محتاجة غير إنك تكون إنساني مع عشان كده بدأت الحلقة بأن هي قضية إنسانية بامتياز وأنا بعتقد أنه يعني اللي بيحصل كمان أخذي بقى لحك أنه الصحفيين بيتم استهدافهم بشكل رسمي بشكل متعمد في غزة وشوفنا كمان يعني بيوت للصحفيين بيتم استهدافها وشوفنا عائلات بتموت وشوفنا بيوت بتباد علشان خاطر ده ما يوصلش فالرهان النهاردة على السوشيال ميديا طبعاً أنت يا محمد أنا بقى أكلم معاك ككاتب وكحد في المجال أنت يعني تابعت الأحداث من خلال السوشيال ميديا بس؟ ده حي طبعاً ولا كان عندك مصادر تانية؟ لا هو أنا مشتغلتش في القضية الفلسطينية كصحافة وبالتالي أنا يعني عندي طبعاً أنا لابد أن أنا تخير المنصات أو المصادر على منصات اللي أنا أعرف منها الخبر لأنه في النهاية إحنا برضو سوشيال ميديا سلاحة ذو حدين ومن ضمن الأضرار هو الشائعات وعدم التطقيق في المعلومات صح وشير وخلص في ناس في بعض الحالات بتعمل شير وخلص ده بياخد مني وقت لكن في النهاية هو يعني الصورة تتمشر في التو اللحظة وكمان تدعياتها وردود الفعل على مستوى العالم كله أنت إيه رأيك في صناع المحتوى المصريين أو العرب عموماً في تناول القضية الفلسطينية يعني أنت أكيد تابعت وشفت كذا حد منهم في بعض النمازج مشهورة جداً قرازي في بعض النمازج بتحاول وصراحة هم جاهدين عملوا مجهود رائع لأنه خلي بالك الموضوع صعب أن أنت تتبنى قضية زي دي وكل يوم ده سؤال مهم وأنا بشكر حالك عليه ليه بقى؟ لأن أنا كمان تبعت أنه الناس اللي كانت بتقدم محتوى في الأكل وفي الطبخ وفي الفاشن في الميكب وفي الحاجات دي بالضبط في انترسة أقول لحضرتك لقيتهم موجودين قدام معبر رفح ما هو في النهاية بقول لحالكة التزام مسئولية مجتمعية ومسئولية إنسانية فطبعاً أنا شايف أنه في طفرة دي بقى مكادش موجودة أيام من التفاضي أنا كنت موجود أيام محمل الضرقة دي مكادش موجودة وكان ممكن الصحافة الورقية هي بس اللي موجودة اللي كانت بتسنده وكم قناة كلام طبعة تانية وممكن ملحقهاش تاني يوم لكن في النهاية النهاردة لما نلاقي صناعي المحتوى موجودين حتى مع سيارات الليل الأحمر ومساعدات موجودين مع سائق الشاحنات دي دي لفتة عظيمة جداً والحياة هو دور مهم ورحمة رحمة زين البنت المصرية الميت راجل الجميلة ومثال رائع للشاب العربي لا وهي وقفة وصمدة واسقة من نفسها وهي اللقطة جت تلقائي الموضوع ما كانتش مترتب له هي فجأة المرسلة تتسيئاً أن عدد من قدامها فراحت مديها واحد اتنين ثلاثة وده حقيقة اللي بيحصل أن هما متحيزين مش عاملين بالنس بين قراءنا وقراءهم اللي هما متحيزين أكتر للناحية التانية فهي قلت لها أنت ليه ما كلمتيش على الأطفال واحد اتنين ثلاثة وليه ما عملتيش وإحنا بنطلب وقف إطلاق النار وكلام ده كله فبنت تخيل بنت في العشرينات من عمرها تقلب الدنيا كمان طبعا أنا شفتها وهي مثال رائع زي ما قلت حقيق للشاب العربي بغض النظر كمان أن هي عندها مؤهلات إعلامية متميزة لكن حبي بقولها حريك كمان أنه الإعلام الغربي كتير منه تغير من يوم سبعة ليومين ثلاثة فات بمعنى في النهاية أنا مش هادر أنا أتحك على الناس بهذا الشكل حتى وإن كنت أتبنى خطاب منحز هذا الخطاب التون بتاعه واللغة بتاعته بتتغير شوية لأنه في النهاية حتى بعض القنوات العبرية الإسرائيلية زي القناة العبرية 12 سخرت من رئيس الوزراء الإسرائيلي وسخرت فيه فيديو ساخر من وزير الدفاع لأنه في النهاية إحنا يعني بنتكلم أن العالم كله بدأ يشوف آه خلاص بقى علمك شوف بقى الورق كله قدام كل الناس بالضبط وفي النهاية برضو فيه رواج رهيب جدا بحيث أنه فيه دعوات ليه مقاطعة فيسبوك وإنه إحنا نروح إكس لأنه إيلون ماسك شوية بيتزيل حرية للناس حتى النهاردة مشهر تدوينة رائعة بينحاس فيها بشكل رائع جدا ليه موضوع قطع النور والضتصالات في غزة فهو ده هو ده السوشيال ميديا ممكن تحققه وإنسقف لها دي حقيقة طب فيه برضو بعض الشباب اتوجه لهم زي الانتقادات لما راحوا عند معبر رفح لأول بلوجرز والإنفلوانسرز زي إحنا كنا لسه بنتكلم عليهم اتوجه لهم انتقادات اللي هو أنتوا رايحين تعملوا إيه يعني رايحين تمسكوا العالم وتعملوا كده وأنا بكلمك في الرأي والرأي الأخر صحيح فيه ناس انتخدت قوي وجودهم لو أنتوا رايحين يعني إيه سبب وجودكو فيه ناس تانية عادت تقول لأ هو مبادرة منهم كويسة قوي انهم على قل راحوا ودعموا القضية انت رأيك إيه في الموضوع رأيي باختصار شديد في زي المسألة إنه الإنسان لما يؤمن بحاجة وينفزها احنا نقوله شابولا أنه هو اختار اللي هو عايزه في النهاية أنا ضد أي مزايدة وضد أي تفتيش في النيات يعني أنا مش هدخل جوه الإنسان أعرف هو رايح لأنه هو عنده مسئولية مجتمعية وضمير وطني وضمير عربي وضمير ديني وضمير إنساني في المقام الأول ولا هو رايح علشان شو أو كده في النهاية أنا بعتقد أنه إحنا أزمتنا في السوشيال ميديا هي الكومنتات هي المزايدات هي التعليقات السلبية دي واحدة من التنظير على بعض من غير سبب بالضبط طبعا يعني في النهاية يعني أنا مثلا ككاتب محتوى أنا بكتب محتوى بنشره حرك علقت بخير أهلا بيك معلقتش أهلا بيك علقت بشكل سلبي أهلا بيك في النهاية أنا لا يعنيني إلا ما أكتب لا يعنيني إلا ما أؤمن به ده فيعتقاد ده وده رأيك يعني ده رأيك ولو مش عاجبك فيه قراءة تانية بتبقى مختلفة ممكن الواحد يروح يتبعها وبالوناسبة يعني هو ممكن كان يقعد في البيت وياخد شو برضو ويعمل أي طريقة سهلة جدا إنه هو فكرة حتى المشوار وحتى التعب إحنا ليه بنزايد على بعض يعني إحنا حتى في لحظة لا نملك فيها رفاهية المزايدة يعني أعتقد ده أظن انت حقيقة طيب محمد خلينا نتكلم أكتر عن كتاباتك وعند بقى الحاجات الحلوة اللي انت عاملها احكي لي كده عنك في البداية احنا دخلنا قوي سخنين على القضية الفلسطينية وبصراحة لما أي حد يجيب بسرتها سواء حاجة عليه علاقة بالسوشيال ميديا أو غيرها بننسى أي حاجة بننسى احنا كنا إيه احنا مين ومنتكلم بطريقة إنسانية بحت فخليني الأول أتعرف عليك أكتر انت بتعمل إيد الوقت انت تديت في مجال علامي أو المجال الكتابة امتى حكي لي عن نفسك شوي ربنا يخليك أنا خارجي لسان الصحافة معي لسان الصحافة وأنا اشتغلت من الأولى كلية كمتدرب في بعض الصحف اللي أنا بعتز بها جدا زي الأهالي وزي الدستور الإسبوعية وزي البديل ونشرت بقى كأدب يعني في مجموعة كبيرة من الصحف زي الأهرام والجمهورية والميسا وأخبار الأدب وهكذا فأنا من وانا صغير وأنا بحب جدا الأدب عموما وكنت ست سنين أول جمهورية في الإلقاء إلقاء الشعر فبعد كده طبعا كتبت كتاب حكايات مصر المنسية كنت في سنة رابعة كلية وده عبارة عن فتشرات صحفية والحمد لله عمل أربع طبعات وبعد كده عملت كتاب اسمه دقن وجلبية يعني شوي عن الحالة السياسية في هذا الملف في ملف طيار الإسلام السياسي ثم دق خافة مجموعة قصصية اتجهت أنا للسرد وفن القص لأنه شفت أنه هو بيقول كل حاجة بشكل جميل أو بشكل محبب فن القص عشان أنا هقف شوي عندها هي بحس أصلا فكرة إن حد يكون يحكي قصة أو يروي قصة بحس إذن يكون عنده مهارة معينة يعني مش أي حد بحسه يقدر يحكي حاجة فانتبقه له قوي لازم يكون فيه مصفات معينة بحس كده قوي السرد عموما سواء قصة أو رواية هو طبعا فن وموهبة لكن هو ليه عناصر ومن أهم العناصر دي طبعا اللغة إنه يبقى فيه إطار فيه شخصيات فيه موضوع فيه متن فيه حبكة درامية فيه حوار كل ده يعني مهم لكن في النهاية هل الأدب عموما محتاج موهبة أنا أعتقده ولكن بيتم بقى يعني الواحد بيقرأ كتير جدا عشان خاطر ياخد خبرات كتير على مستوى التقنيات الأدبية والفنية على مستوى اللغة على مستوى معالجة الموضوع والتميز برضو لأنه في النهاية لما نلاقي مثلا موضوع زي الأرض رواية الأرض نلاقي إنه فيه كتاب غرب أعالجوها نلاقي مثلا عندنا توفيق الحكيم عالجها بشكل مختلف هنلاقيها في فلسطين مثلا غير في مصر حتى نفس الموضوع وبالتالي أعتقد أنه الموضوع يعني فيه موهبة إلى جانب طبعا التدريب والقراءة المستمرة لأنه يعني الموهبة وحدها بدون قراءة لا لا ما ينفعش أصلا لازم ده بيخدم على ده طب عايزة أتكلم أكتر عن دوق خيفة كده بتتكلم عن إيه دوق خافة مجموعة من القصص والحكايات يعني هي في النهاية بتدور حوالين الإنسان المهمش والشخصيات المهمشة في المجتمع وفيها نوع من الاختراب بتتناول بقى يعني كل قصة الحياة مستقلة بذاتها لكن في النهاية بتدور في فلك واحد إنه الضوء الخافت الذي يجذبني يعني يعني عفل هو يعني يراني ولا أراه أوه 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 والحقيقة معظم الحقيقة دوق خافت يعني يعني غصب عني كانت عن الإنسان المهمش وعن فكرة إنه الاختراب والحنين إلى الذكريات السعيدة يعني أنت كمان لك بطلات ويعني سوالات وجوالات جمدة جداً في إلقاء الشعر يعني عندك الحتة دي عندك فيها موهبة كبيرة جداً هو يعني ده وأنا صغير كمان يعني وأنا في خمسة تدائج يعني أنت بطلت دلوقتي لا يعني أنا بيرح لسه عمل فيديو والله بسبب الأوضالة الفلسطينية أنا سجلت من دوان الموت على الأسفلت للشعر الكبير العظيم عبد الرحمن الأبنودي سجلت غصب عن قصيدة لقيتها بتقول كل الكلام يعني فلا هو الإلقاء ده بالنسبة لي طبعاً حياة يعني أنا حتى دخلت صحافة عشان الإلقاء وكتبت أدب عشان الإلقاء لأنه الإلقاء أنا بعتقد أنه حتى إحنا عندنا في مصر مع كل اللي إحنا شايفينه في الفويس أوفر عشان أنا شوية في مجال الإعلام فبشوف ده لكن الإلقاء مش كتير بيلقى عشان كده مثلاً في بعض الفنانين مثلاً أنا كنت بحب جداً الفنان محمود ياسين لما يجي يقول آه كان صوته بيبقى رنانه نور الشريف الله يرحمه برضو كان عظيم جداً في لقاء الشعر وهكذا يعني فهو فكرة التمكن وفكرة أن حاجة بتعملي حاجة بتحبيها دي فكرة مهمة جداً ساعت تسمع منك حاجة لقاء الشعر كده لو بتقتر تقول لنا كده حاجة تلس كنت تقول أنت لسه عامل على فلسطين حاجة قلبي يطيب إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السنة الله والروح تسمو توبة وضراعة وتحن كل جوارحي لضياه عجباً عجباً لمن ضل الطريق إلى الهدى عجباً لعبد أغلقت عيناه عجباً لقوم ينكرون وجوده سبحانه غمر الوجود سناه هل لا رأوا آياته في خلقهم وتفكروا في أرضه وسماه الله الله تشرق في العروق فتستحي منها العروق وتهتدي بالله الله تطلق في البرايا قبسة فتمكن المظلوم من شكواه الله تطلق في الحناية سرها فتخفف المحزونة من بلوة الله حلوة قوي بجد خطير كما أنت بتقول حسك قوي بتطلع من جواك لا فيه إحساس قوي بالكلمة فيه إحساس بالحالة يعني الإلقاء برضو فن هو مش فن هو إحساس فعلاً أنا يمكن حتى على مستوى الممارسة أنا ما بقيتش بعمل أولاً بدخل المسابقات يعني لأ بس أنا أولاً معطردة بقى أنا شاف أن أنت لازم أنت عندك ماشاء الله الموهبة دي وعندك الحب والشغف في الموضوع ده فليه ليه تبطاله ربناي خليك شوية يعني بنستخدم برضو السوشيال ميديا بس يعني رتم الحياة بيبقى أسرع مننا كتير يعني إلى جانب أنه السرد شوية أخدني من موضوع الإلقاء يعني أنا بحب أن أكتب أنا إنتاجي أو يعني تحب تكتب أكتر ما تقول لا بالعكس أنا بصي أنا بعشق اللغة العربية يعني أنا يمكن أنا كل يوم بكتب سواء بكتب لشغلي ككاتب محتوى أو بشتغل كمان مضغق لغوي أو بشتغل في الصحافة يعني أو بشتغل الشغل بتاع الأدب اللي أنا أؤثر فيه بسبب رتم الحياة زي ما قلت حدثتك لكن لا أنا بحب الإلقاء أو بحب أن أتكلم أكتر بكتب جداً من اللي أنا أكتب وخصوصاً مثلاً أنا بحب أن أنا دوق خافت أنا مسجلها كامل فيديو إيه ده الله وإنكلم ده ما حصلش قبل كده آه لكن أنا فعلاً كل حرف بقوله وأنا بسجل دوق خافت آه لأنه دول الشخصيات اللي أنا يعني صنعتها بالمناسبة يمكن أنا منفعش أقول الكامل ده لكن بعضها كمان شخصيات حقيقة يعني مستوحاب إن أحداثها طبعاً عايز أقول حاجة فيما أتعلق بالسوشيال ميديا مهمة جداً إن السوشيال ميديا لها مزايا مهمة السوشيال ميديا ممكن هي تحقق تواصل فعال مع شخصيات مهمة طول ما أنت بتحدد هدفك تحدد جدولك الزمني بتحدد الشخصيات المهمة اللي أنت هتستفيد منها على السوشيال ميديا بتخلق حالة من حالات التسويق للبراند بتاعك أياً مكان يعني لأفكارك أياً مكانت حالك رساً بتقولي إن أنا بتابع فلان اللي هو في غزة بي لأنه في النهاية هو حقق ده قدر إنه هو يحقق ده صح السوشيال ميديا كمان ممكن من خلال من خلالها إن إحنا نعمل شراكات مع منظمات مجتمع مدني ممكن كمان إن إحنا نصنع وعي ونعمل حاجة من حالات التوعية والتفقيف للشباب لأنه اللي بيقدم المحتوى الهابط ده لازم كفاية كده يعني محتوى يعني أنا عايز أقولك إنه من سالبيات السوشيال ميديا التنمر حتى التنمر في بعض الناس اللي هم عندهم مشاكل أو من دول إعاقة استغلوا هذه الإعاقة في إنه هم يعملوا محتوى للأسف في بعض الحالات علشان خطر إيه طيب فبالتالي لكن على الجانب الآخر السوشيال ميديا لها كتير من الأضرار منها إنه هي طبعا قد يعني للأسف تخلق حالة من حالات العزلة والاكتئاب والقلق والمقارنة فأنا على طول بقار حياسي ده المقارنة دي خطيرة جدا لأنه كتير من الشخصيات ده في ناس بتنتحر في تينيجز في سن الشباب بنتحروا بسبب لأنه كتير من الإنستة ده مش حقيقة أصلا حياة مثالية ماعنا هي ليه حلوة كده وعلى طول بتلبس ومسافرة وخارجة صحيح وأنا قاعدة في البيت ممطي مش هزينك بالذات البنات أه بالذات طبعا البنات لأ وكمان الرجالة لما تشوف مثلا فنان أو بلوجر ما يركب عربية فخمة صحيح لابس حلوة قوي وهو يعني يطالع عينه في شفت ده اللي بنسالنيه ده اللي بنسالنيه ضغط المجتمعي الضغط المجتمعي ده اللي هو أنا فين وهاعمل ايه والناس دي بسرعة وبالتالي في النهاية لابد ان احنا ننحاز لفكرة محتوى توعوي تثقيفي يكون بيعبر عن الإنسان يكون بينمي قدرات الإنسان بحيث ان احنا نخلق التوازن ده بحيث ان احنا نبدأ نعرف نبيع ونسوق للحاجة اللي فيها إفادة أكيد محمد بجد بشكرك جدا كنت دايش عزيز ونورتنا وشكرا على المعلومات المهمة اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة أنا كنت واحد من المتابعين والمعجبين بعيش سعيد دحقي ومتابعوا بشكل كويس جدا ربنا خليك شكرا لكنه النهاردة كمان استفدت من موجودي معاكم ومسوق جدا بيكم لا انت نورتنا وكنت ديف عزيز وان شاء الله كل حاجة جديدة لك تكون احنا نكون اول ناس نزحة عندنا ان شاء الله مستي جدا يا محمد نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني عشان نكمل حلقتنا اخليكم معنا اشتركوا في القناة